أخبارنا النهاردة هتبقى في اتجاهين اتجاه مصري واتجاه زمالكاوي المحور الأول اللي عايزين نتكلم فيه النهاردة هو كلام ظهر فجأة بيقول ان عبد الشافي عقده هيخلص وهيمشي خلاص مبدئيا الكلام ده غير صحيح بالمرة وهكذا بقى نبدأ نتكلم عن عبد الشافي التجديد لمحمد عبد الشافي مش مشكلة مطلقا على فكرة في نادي الزمالك عبد الشافي لاعب عظيم وحقيقي ابن نادي الزمالك عبد الشافي اللي كان الموسم اللي فات طلب تأجيل مستحقاته لحين سداد مستحقات اللعيبة الآخرين في الفريق عبد الشافي في صيف 2019 وقع للزمالك على بياض وانت جدا ان اي لعيب على فكرة يوقع على بياض لكن عبد الشافي كان موقع بدون اي شروط هو افضل ظهير ايصر في مصر وافريقيا كان جاي من تجربة احتراف رائعة في اهلي جدة عبد الشافي تعامل كمان معه اكتر من مدرب زي ميتشو كارتيرون وباتشيكو كل الناس بتشيد جدا بالتزامه باحترافه بموهبته الكل شاف فيه الموتشاط بتاعة عبد الشافي او اللي بيشارك فيها عبد الشافي قد ايه هو بيكون اسد في الملعب بيقدم كل حاجة عنده كل حاجة ممكن تكون في صالح الفريق عبد الشافي كمان لو تفتكروا الموسم اللي فات سجل اغلى اهداف الزمالك فيه الدوري ولو فاكرين كمان الهدف اللي كسبنا به موتش الاتحاد هو كان مفتاح السر في الحصول على الدوري اي كلام عن ازمة حول عقد عبد الشافي ما تصدقوش استمراره او رحيله لن يتم الا بالتوافق بينه وبين الادارة مش النهاردة ده اي وقت لان عبد الشافي فعلا قيمة كبيرة فنيا بقاء على فكرة هو مطلب فني كبير جدا عايزين نقوله يعني كل التوفيق ليك يا كابتن عبد الشافي كلنا معاك وكلنا طبعا مع الفريق وكلنا منتظرين عودة الدوري وحشنا او الزمالك ومباريات الزمالك وكمان تشجيع الزمالك محور تاني بقى عايزين نتكلم فيه النهاردة هو محور منتخبنا الوطني 24 ساعة بس بتفصلنا عن مباراة بكرة قبل مواجهة انجولا في خامس جولات المجموعة السادسة لتصفيات كاس العالم مباراة مسهلة زي ما قلنا امبرح ومباراة قدام فريق قوي ومباراة اللي بديل فيها عن الفوز بالنسبة لمنتخبنا من اجل التقاهل لي الدور التالت عايز اقولكو ان المعلومات اللي جاية من المعسكر بتقول ان المنتخب جاهز الحالة المعنوية للعبين كويسة جدا اللاعبين متحمسين جدا كمان للمشاركة فيه اتجاه كده عند كروش انه هو يلعب بتكتيك هجومي ممكن نبدأ مثلا بمثلث مهاجم مكون من مصطفى محمد راسحاربة وبعده خلفه محمد صلاحوي محمد شريف الميزة اللي في كروش انه هو مدرب صاحب طابع هجومي وده اللي كان مطلوب لو تفتكروا من الجماهير قبل كده المعلومات كمان بتقول ان الناس لا بتبان في الفرح ولا بتبان في الحزن الناس بتبان امتى؟ لما مصالحهم بتتعارض مع مصلحتك فيه منافسة شرسة في اكتر من مركز فيه منافسة في الدفاع على مين يلعب جنب احمد حجازي في منافسة بين عبدالله السعيد وقفشة في منطقة صانع الالعاب في منافسة بين حمد فتحي والسولية على اللعب جنب النني في منافسة بين ابو جبل والشناوي طبعا على حراسة المرمة هنا بقى نوع المنافسة ده على فكرة بيبقى مطلوب ليه؟ لأنه بيحفز اللعب كل واحد عايز يقدم احسن ما عنده كل واحد عايز يثبت ان هو الاحق وهو اللي عايز يشارك وهو اللي عايز يحرز اهداف وهو اللي عايز يسدد اجوال يعني ما فيش شك ان المنافسة دي بتزود الحماس عند اللعب وده قوامنا الاساسي وشي كويس ان يبقى عندك اكتر من لاعب في مركز واحد على نفس المستوى كل الامنيات ليه منتخبنا بالتوفيق وكل الامنيات ليه لعبتنا بالتوفيق بكرة ان شاء الله نحتفل بالفوز والتأهل للدور التالت ونتمنى فيه ختام التصفيات مع لقاء الجابون صدور تصنيف الفيفا واحنا في المستوى الاول ليه منتخبات افريقيا قبل اجراء جرعة الدور التالت كل توفيق ليه منتخبنا الوطن